إجراءات عديدة تتخذها دول العالم للحد من فيروس كورونا بعد انتشاره في جميع أنحاء العالم ويوجد في إيطاليا أكبر عدد من حالات الإصابة خارج الصين حيث طلبت السلطات الإيطالية من المواطنين لزوم منازلهم وتجنب السفر غير الضروري في موضع 16 مليون شخص في الحجر الصحي في شمالي البلاد في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس كما ألغيت جميع أشكال التجمعات في الأماكن العامة أو المواقع المفتوحة أمام الجمهور بما فيها الفعاليات الرياضية القرارات أيضا شملت إغلاق جميع المتاحف والمراكز الثقافية وكذلك النوادي الليلية وصلاة السينما والمسارح ومراكز التسوق الكبيرة في العطلات الرسمية بالإضافة إلى إلغاء المدارس والجامعات والامتحانات حتى شهر إبريل القادم أما في مركز تفشي الفيروس في مدينة وهان الصينية بمقاطعة هوبي فيبدو أن الوضع في طريقه إلى الاستقرار ففي زيارته الأولى لوهان بعد تفشي كورونا أعلن الرئيس الصيني تشي جينج بينغ أنه تمت السيطرة عمليا على تفشي الفيروس في إشارة إلى تحسن الأوضاع في بؤرة انتشار الفيروس ترجمة نانسي قنقر